أهلاً فيكم نورتنا اليوم في برنامج عسيف كما شفنا هذا التقرير الجميل المبسط على فعلاً أكثر المشاهد اللي أثرت فينا أحنا من البدايات وما زال هذا التمييز رحب فيك اليوم في استيديو عسيف الفنانة طيف أهلاً فيك أهلاً فيكم أنا اللي أتشرف بوجودي معكم وأتمنى إن شاء الله أن اللقاء يكون حلو وخفيف على المشاهد لا أكيد خفيف وفي نفس الوقت ثقيل بوزن الأعمال الفنية اللي أمانتها شاركت فيها يعني هذه التقرير مثل ما قالت إسرار تقرير مبسط لكن إحنا تحت لهوش كثر سولفنا عن هذه الأعمال اللي تركت بصمة اللي إحنا يعني لنا معاها ذكريات جميلة جداً صحيح قبل شوي أول شيء يمكن قاعدني سولف فيه تحاتين امتحانات عيالت يمكن هذه أزمة على مستوى الخليج كلها لازم صح خلصوا بدراسة ولا بعد ولدي خلص يوم الاثنين بس عندي بنتي شاهد إن شاء الله بتبتدين يوم الأحد يوم الأحد في تنوية العامة الله يعينش بصراحة الله يعينش على المحاتات لأم دائماً تحاتي أكثر من العيال العيال عاجي عندهم شنناً اللي عندنا نمتحن شنناً اللي نمتحن وإذا خلصه وإحنا اللي نفرح حفظنا دروسهم أكثر من دروس صحيح والله صحيح عثى الله يوفقهم إن شاء الله أعسى الله يوفقهم. أين راح نروح شي ما؟ محاور. أين بروح. أسأل سؤالي هي تدرسهم ولا لا؟ تدرسينهم؟ صج. شون المواد تحبين تدرسينهم أكثر؟ لا شوفي. البنت معتمدة على نفسها. صار لها فترة من السابع. بس الولد لا. هو اللي أنا لازم أقعد معه ودرسه. يعني كل المواد. فلت شي أسرار. بس إلا الرياضيات. فلي؟ لا. صح؟ إلا الرياضيات لا. صح. مالي خلقها. ما ما تحبين. موصب لسؤالي. بشكل عام شون شوفين مستوى التعليم إذا إحنا قاعدنا تكلم كأم بما انش الدرسين هم متحاتين هم. والله وايد صار يعتمدون اعتماد كله على البيت على الأم إنه هي اللي تدرس. حتى الشرح. على المدرسين بعض. حتى التأسيس قبل تأسيسنا إحنا في المدارس غير. صح. يعني أسسونا صح من أول ابتدائي. الحين حتى الأول ابتدائي أنا أحسهم مساكين يعني يحفظون الكلام أو الأحرف بس بالشكل. نحن قبل غير كانت دراستنا. نحن دراستنا أيام مع حمد قلم. نحن غير أحلى. الحين ستانس حمد قلم. حمد قلم المشهور. لا لا لا. جليا ما سترتي. لا لا.